ننقل بقى للعالم والشرق الاوسط يعني اهم حاجة كانت مبارح الحقيقة كانت حفل الاوسكار يعني حال ده طبعا امور سياسية وكل حاجة بس موضوع حفل توزيع جواز الاوسكار ده بالنسبة طبعا يعني كتير جدا بيكونوا متابعينه وناس كتير لان بالنسبة للسينما الامريكية مين الفيلم اللي فاز ايه الموضوع هو الفيلم اللي فاز ده فيلم يعني والمخرج بتاعه برضو اخد جهزة الاوسكار وطبعا يعني كان فيه افلام كرتون وكان فيه حاجات كتير قوي يعني نشوف جزء من التقرير ده يديكوا على فكرة دي مهمة جدا السينما برضو بتدي انطباع للدنيا والمشاكل اللي بتستعرضها للسينما واللي بيحصل في مجتمعنا سواء تغييرات سياسية سواء اي حاجة بتطلع في السينما على فكرة فنشوف مع حضراتكم جزء من هذا التقرير مش كله معلش في عاصمة السينما العالمية هوليوود وهو المكان نفسه الذي يجري فيه الحفل منذ عام 2002 وقد حصد فيلم The Shape of Water أربع جوائز من أصل 13 ترشيحا بينها جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخضرم جيلير مو ديل تورو كذلك أفضل موسيقى وأفضل تصميم انتجي النجم البريطاني جاري أولدمان اعتلى منصة التتويج ليتسلم جائزة أفضل ممثل لأول مرة في حياته الفنية عن دوره في فيلم The Darkest Hour الذي يؤرخ لتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون شيرتشيل منصبه خلال مرحلة فاصلة في تاريخ المملكة المتحدة التي واجهت تهديدات النازيين في الحرب العالمية الثانية آنذاك أما جائزة أفضل ممثلة فقد حصلت عليها فرانسيس مكدورمنت عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing Missouri الفيلم حصد أيضا جائزة أفضل ممثل المساعد التي كانت من نصيب سام روكويل فيما فازت الممثلة أليسن جاني بجائزة أوسكر أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم آي تونيا الذي تلعب فيه دور والدة المتزلجة الأولمبية تونيا هاردينج أما مفاجأة الأوسكر لهذا العام فكانت فوزة جوردن بيل كاتب ومخرج فيلم Get Out بجائزة أفضل سيناريو أصلي وهو أول أمريكي من أصل إفريقي يرشح لجائزة أفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل قصة سينمائية في العام نفسه أما فيلم كوكو فقد فاز بجائزة أوسكر أفضل فيلم رسوم متحركة وهو يروي قصة طفل يعشق الموسيقى بينما تعارض عائلته ذلك ليجد نفسه يحقق حلمه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى ورغم مشاركة فيلمين ناطقين بالعربية في حفل هذه السنة هما آخر رجال في حلب كان فيه فيلمين فيلم من سوريا وفيلم من لبنان لكن الحقيقة كان فيه ترشحين عن فئة الأفلام الأجنبية وفئة الأفلام الوثائقية لم يانا للفيلم الأسار قبل أشهر جدل في لبنان أي جايزة والإنسالت والفيلم السوري كمان آخر رجال في حلب ما كانش ليهم حظ البعض توقف عند الأغنية اللي كانت عريضت في حفل الأوسكار إن هي الحقيقة كانت أغنية لممثلة كانت من ومغنية طبعا من الفيلم الراكس اللي هو كان The Greatest Showman واللي لفت النظر إنه وسط المجموعات تسميها الأغنية النانا كده ومعنيها كده جاية من الفيلم برضه بتاع The Great Showman اللي كان مجمع نوعية مختلفة من البشر اللي كانوا مرفوضين من المجتمع الحياة فمن ضمن تم رصد الحياة وأنا يعني بوشين بله أستاذ أمير الفاهمي هو رصد لنا الحتة دي وبعث لي وعمل حط الصورة إن كان في بنت محجبة من الراكسين في العرض الأغنية دي ودي برضه حاجة جميلة ويمكن عشان معنى الأغنية إن It's Me هي المغنية على الجنب دي إن الأغنية يعني في إطار راكس وكانت يعني عن التناغم والاختلاف في المجتمع يعني في احتمال برضه عشان كده كان فيه هذي الفتاة وهو أبي يقوله وإحنا بنحيي الفتاة دي نهاء شركة بالحجاب في هذا العرض محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير بنقوله ألف مبروك وطبعا أمور كتيرة بالنسبة لمحمد صلاح الطاقس يا جماعة مازال صعب جدا ومسميينه وحش الشرق اللي هي موجة التلوج اللي هي غطت أماكن كتيرة السلوج اللي غطت أماكن كتيرة في أوروبا ومنها الحقيقة يمكن في بعض المناطق اللي كان فيه وفيات كتيرة جدا جدا مسميينه الوحش القادم من الشرق كونها قادمة من سيبيريا الدولة الأوروبية أكتر دولة يمكن بيقوله تعرضت للسلوج كانت نيوزيلاندا كان فيه بعض الأماكن السلوج مغطية نص البيوت كده فدي موجة سلوج جمدة جدا توفى كثيرين بيقولوا أنه أكتر من ستين شخص في الموجة دي وأنها لسه مستمرة تعطلت رحلات طيران اتلاغت القطارات وقفت ناس من الهوملس من الهومة الذين بلا مقوى حاولوا يفتحوا لهم مراكز إيواء لكن فيه منهم ناس ماتت والوضع كان صعب جدا مع عفوا مش نيوزيلاندا ايرلندا ايرلندا معينا الفيديو اللي هو رقم 107 ده زمننا لو جبته بسرعة طبعا إحنا عندنا في براكلين وفي أمريكا بصوا الفيديو بتاع ايرلندا التلج طالع مغطي بصوا قد إيه بصوا قد إيه من الباب المحلة تقفل وبيوت أبوابها تقفلت طبعا الناس في البيوت طبعا في الوقت ده كله الدنيا صعبة جدا جدا على الجانب الآخر بقى رياح وفيضانات في أماكن من أمريكا على سبيل المثال براكلين الدنيا بهدلت في الرياح والشجر وقع على البيوت وعلى العربيات وبرضو وضع صعب جدا ومسمينها حتى البامب سايكلون اللي هي عصفة القنبلة أو عصفة قنبلة في بعض الأماكن وراحت لفرجينيا وبعض الأماكن التانية من الولايات المتحدة الأمريكية عندنا برضو كان قلنا لكم على موضوع بوركينا فاسو الحلقة اللي فاتت ما قلناش تفاصيل أكتر ولكن القاعدة أعلنت مسؤوليتها عنه وده كان حصل في مالي كان هجوم هجومين كانوا على عملية عسكرية على مجموعة عسكرية وكانت على السفارة الفرنسية هجوم مسلح هجومين على رئاسة أركان القوات المسلحة وعلى السفارة الفرنسية كتل ثمانية من قوات الأمن البركينية في وجدودو وأصيبت ناشر بجروح بالغة وطبعا القاعدة أعلنت مسؤوليتها القاعدة على فكرة بتنشط بشكل كبير جدا اليومين دولي مش بنلاقي كتير داعش بنلاقي كتير القاعدة فيه هجوم برضو كان حصل على مسجد في ألمانيا ولسه لغاية دلوقتي ما قالوش مين اللي هجم على المسجد متشددونا تابعونا للقاعدة في مالي بينشرونا فيديو رهينة فرنسية واضح طبعا بعد الموضوع بتاع وجدودو دا والهجوم دا أخدوا حد رهينة فنشروا فيديو لرهينة ولأ هو بيقوله تقريبا انه معرفش اللي نشروه تزمنا مع الموضوع دا بس بقوله ان هي خطوطة فاتفاء آخر عام 2016 المهم عندنا كمان تنظيم الدولة الإسلامية بس سور لمقتل جنود أمريكيين في كمين بالنيجر عندنا كمان في نيجيريا كان فيه عملية استهدفت اتنين من الجنود للحماية وكان فيه كمان خطف حصل خطف من جماعة بوكو حرام في نيجيريا لمتين وعشرة بنت من نيجيريا لأيام اللي فاتت دي من حوالي أسبوع أفغانستان بتعلن اعتقال قائد العمليات ومسؤول التجنيد لتنظيم الدولة الإسلامية في كابل ده بالنسبة لأفغانستان تم اعتقال تمانية مشتبه بهم بالإرهاب في براكسل وده أعلن عنه الأحد أمس كمان تم اعتقال أربعة عراقيين النهاردة بتهمة التخطيط لمهاجمة استفارة الأمريكية في أنكارا وكانت على فكرة انتشر خبر بأنه كان فيه تهديد لاستفارة الأمريكية وأغلقت أبوابها وبناء عليه واضح أن التهديد كان تهديد صريح وتم اعتقال أربعة عراقيين بتهمة التخطيط لمهاجمة استفارة الأمريكية في أنكارا وقيل أن العراقيين دول تبعين لداعش كان فيه برضو الفترة اللي فاتت كان فيه الحقيقة جريمة صعبة جدا جدا غير جريمة غير جريمة الفلبين طبعا والشاب السوري أو الشاب اللبناني وزوجته سوريا واعترفوا أن هم حطوها في تلاجة وقلبت الدنيا لكن كان فيه فيديو صادم الحقيقة انتشر عن موقع كتير جدا مبارح أنا مش عارفة هراكم كان معنا واحد من سوري عايش في ألمانيا طعن مراته وبعد ما طعن مراته علشان مشاكل عائلية وأنه هو نفصله عن بعض وأنه هي اتجوزت واحد تاني وهو كان اتجوز واحدة تانية وطلقها علشان خاطر عايز ياخد ابنه يعيش معاه أنا لفت نظر الحقيقة واستعبت علي جدا الولد واقف مع أبو الأب بعد ما ضربها وقال لك أنا مش عارف هي ماتت ولا لأ اتجرحت إيديه والدم قاعد ينزل من إيده والواد واقف جنبه وقاعدين بيقوله في حد بيشوفنا يا جماعة انشروا الفيديو والولد ولك إنه ديم بولدته اللي تم الاعتداء عليها يعني أنا انزعكت جدا وأنه هو يعني الأمور بتوصل بنا لهذا المستوى الحقيقة يعني مستوى صعب جدا جدا يعني أكيد ممكن نحاول نعرض عليكم أجزاء من الفيديو ده يعني في الحلقة اللي جاية النهاردة كان في حاجة كويسة إنه الحادث اللي كان في أمريكا اللي كان في ميتشيجن ولد قتل أبوه أمه حاجة صعبة جدا حادث كان في مدينة جامعية في تابعة الجامعة ميتشيجن برضو كان فيه اطلاق نار قرب البيت الأبيض واطلاق النار ده كان واحد قرر إن هو يضرب نفسه ويقتل نفسه وينتحر عند البيت الأبيض الدنيا اتقلبت والبيت الأبيض اتقفل وفي الآخر اتضح إن هو أطلق النار على نفسه وانتحر جنب البيت الأبيض آخر حاجة بالنسبة للغوطة وفيه قافلات المعونة الإنسانية دخلت النهاردة وبيقوله يمكن تدخل قافلات أخرى الخميس إن شاء الله والأوضاع برضو بالنسبة للغوطة وعفرين في سوريا صعبة جدا وكان فيه لقاء للبشار الأسد بيقول فيه إنه مستمر في تطهير الغوطة من الإرهابيين طبعا مع دعوات دولية لإيقاف النار ولكن واتهام الأسد بإنه بيستخدم أسلحة كيموية هنشوف الدنيا هيحصل فيها إيه الفترة اللي جاية وأكيد هيكون معنا الأخبار اللي مقلنهاش النهاردة هنقولها لكم الأربع والمزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر